بايلو حاجور تقطع امدادات ميليشيا الحوثي وتنتقل من الدفاع للهجوم وتخوض معارك عنيفة ضد المتمردين منذ أمس مقاتل القبائل فرضوا سيطرتهم على عدد من المواقع التي كانت خاضعة لسيطرة ميليشيا الانقلاب منها الأجزاء الجنوبية والغربية في مدرية باقم شمال صعدة والجبال السود وتبة الخزان وما تبقى من قرى آل معيض والخط الإسفلتي الدولي وقرية سحر الشام غرب مديرية باقم وافد موقع الجيش بأن ابناء قبائل حجور يفرضون حصارا على ما تبقى من عناصر الميليشيات في منطقة مخيض بعد تطهير منطقة القشبة بشكل كامل وبالتزامن شن الجيش عملية عسكرية غرب مديرية حرض حقق فيها تقدما نحو جبهة حرض وصعدة بعد أن نفذت قوات التحالف عملية إنزال جوي لمساعدة قبائل حجور كبدت الحوثي خسائر كبيرة في العتاد والأرواح من بينهم قيادات حوثية